في إطار حرص الدولة على توفر السلع بأسعار مناسبة، تواصل محافظة كفر الشيخ افتتاح معارض أهلاً رمضان في عدد من المدن وقرى المحافظة بأسعار مخفضة تصل إلى 30% للتخفيف عن كاهل المواطنين. تواصل محافظة كفر الشيخ التوسع في افتتاح معارض أهلاً رمضان تنفيذاً للتوجهات الرئاسية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة تخفيض تصل إلى 30% بهدف التخفيف عن المواطنين. كفر الشيخ شهدت افتتاح ستة معارض، ويجري الإعداد لإفتتاح تسعة معارض أخرى. عندنا تخفضات تتراوح من 20% لـ 30%. عندنا تنوع كتير جداً للسلع وتنافس كبير في الشركات. عندنا عروب كبيرة جداً على الزيوت مع ملتخفضات جميلة جداً، وديهدية لأهل كفر الشيخ. معارض أهلاً رمضان الجديد بمدينة كفر الشيخ يضم 40 جناحاً للمعروضات المتنوعة للعارضين والشركات والتجار، وتشبل كافة أنواع السلع الغذائية، إضافة لياميش رمضان وأنواع التمور، وغيرها من المواد الاستهلاكية. المعرض الجديد لأهل رمضان بكفر الشيخ ينضم لسلسلة من المعارض الأخرى التي جرى افتتاحها بفوة والحامول وبلطيم وسيدي غازي وسيدي سالم، كما سيجري افتتاح باقي المعارض خلال الأسبوع المقبل. لفيت على جميع الأسعار، لقيت نسبة 30% السكر أولاً بـ 21 جنيه بره، هنا بـ 14 جنيه ونص. فيه اختلاف كبير جداً بين الأسعار هنا والأسعار بره، يعني إلى حد كبير جداً أسعار مريحة. جمهور المواطنين أشاد بما يحتويه المعرض من سلع مخفضة الأسعار، فضلاً عن توافرها بشكل مستمر. ومن جانبها وجهت المحافظة العارضين بحسن التعامل وتلبية احتياجات المواطنين مع الالتزام بالأسعار المعلنة طوال مدة المعرض.